اهلا ومرحبا بكم مشاهدين العزاء وينما كنتوا في حلقة جديدة من حلقتكم المسائي الليلة بإذن الله حلقتنا مختلفة تماما حلقتنا عنوانا محطات وحكايات حنسافر مع ضيفنا في عدد من الدول وحنستكشف السفر وذكريات السفر والتوثيق والتدوين وحنكون معه في كل المحطات ضيفنا العزيز الأستاذ عمر حسن غلام الله القاص أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر أهلا وستهلا ومرحبا بكم منورنا جدا الليلة حلقتنا يعني أنا شخصيا متحمس عليها حنسمع كثير من الحكايات والذكريات في مختلف المدن حقيقة أننا نحن منصوطين جدا بوجودك معنا اليوم وقبل ما نبدأ حلقتنا خلينا نطلع تقريرنا لليوم ونرجع إن شاء الله لاستكمال الحلقة خليكم معنا يعد البعد عن الوطن من أقصى المرارات التي يمكن أن يواجهها الإنسان فقديما قيل لا شيء يعدل الوطن لكنه ثمن يدفعه طالب العلم أو الباحث عن وضع اقتصادي أفضل أو توسيع نطاق الخبرات المهنية والمهارات اليدوية ويظل حلم المغترب أن تكتب له عودة إلى الوطن للحاق بما فاته خلال فترة غيابه وقد يكون السفر لأسباب أخرى تاتي معه فرص القيام بزيارات لمدن سياحية لدول عربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية وهي من دون شك زيارات مفيدة تثري معرف الإنسان وتنوع تجاربه في التواصل مع الآخرين ويعد أدب الرحلات أحد المصادر المعرفية المهمة في تاريخ الإنسانية وفي الحضارات القديمة تكاد تكون مدونات الرحالة في بلدان المعمورة أنداك مرجعا وحيدا للتاريخ في تلك الوصول الغابرة وجعل ذلك عددا من الرحالة يتحولون إلى مؤرخين إذ اضطرتهم الحاجة إلى التقصي إلى أن يجوب أسقاع العالم يدون مشاهداتهم وما استمعوا إليه من إفادات خلال رحلاتهم ولعل أشهرهم إفلاطون الذي يلقب بأبي التاريخ ولم يكن السودان قديما وحديثا استثناء من مغامرات الرحالة ورحالات المؤرخين والمستكشفين الجغرافيين ولا يزال كتاب محمد بن عمر التونسي عن دارفور أحد أهم المراجع التاريخية عن ممالك دارفور وشعوبها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ولا يقتصر الأمر على الرحالة الأجانب وحدهم فقد غامر سودانيون عدا للقيام بالدور نفسه في بلدان أخرى لعل أبرزهم العالمان السودانيين الشيخ ماجد ساتي الذي أصبح شيخا للإسلام بالولايات المتحدة والشيخ سوركتي الذي أضحى رائد الدعوة والتعليم في أندونيسيا وقد لا يعرف عنهما من السودانيين سوى قل من المؤرخين الذين استقصوا أبعاد إنجازاتهم رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية وبنشكر في التقرير إعداد هويدة توم والصوت أحمد سالم بالعودة تضيفنا من داخل الأستوديو الأستاذ عمر والصور الجميلة الموجودة في التقرير هي تقريبا في الثمانينات العصر الجميل الآفرو والإستايل الجميل طيب خلينا بداية أن أستاذ عمر نعرف مشاهد قناة السودان 24 عليك الآن أكثر قبل ما نبدأ قصصنا في محطات والدول والمدن أكثر طيب يعني سيرة ذاتية إنه أنا مواليد والمدني سنة 1955 وتولدت في حي عمالي اسمه 114 معروف لناس مدني درست المراحل كلها في مدني الابتدائية السكة حديثة الغربية مدني ومدرسة مدني الأهلية الوسطى ألف فيما بعد الثانوي العام أو نحن قسمنا لمرحلتين الوسطى والثانوي العام ثم مدني ثانوية بنين وبعد كده امتحنت للشهادة قبلت في جامعة أم درمان الإسلامية كليت الدراسات الإسلامية الاجتماعية لكن في نفس الوقت قدمت للمنحة الدراسية اللي كانت جاءت من عدة دول في ذاك العام وقبلوني في المغرب ففضلت المغرب لسبب يعني أعتبر وجيه في الزمن داك إنه دراسة في السودان دراسة لكن الدراسة في المغرب دراسة وأشياء أخرى سافر وفر الأسفاري وأشياء أخرى كثيرة جدا يعني حقيقة أستاذ عمر باين حبك للسفر وتوثيق الذكريات وكمان التدوين يعني دي واحدة من هواياتك كده كلمنا عن هواياتك شيء أستاذ عمر نعم هو في الحقيقة يعني كثير من الناس بتسافر عادي وتسافر دول كثيرة برضو عادي لكن اللي ما يعني بشوفه فعلا ما عادي إنه زول يكتب وسجل وحاجات مثلا أنا دلوقت أنا بتتدي سجلتها من 1975 رغم إنه التسجيل بديته قريب يعني فأنا حتى ذاكرة إنه أجيب الحاجات للقديم فالتشاهد إنه حيانا برضو بعد تسجل أنت كيف تنشوره برضك فالحمد لله كده ربنا وفقني إنه سجلت القديم ونشرته يعني لما بدأ الإنترنت ساعدني شوي إنه أنا شرطه في مواقع متعددة الزمان كان مواقع بس ما كان في فيسبوك ولا في واتس وكده فأنا شرطه مواقع مثلا زي وادمدني دوت كوم وادمدني دوت نت سودانيز أونلاين همس الحروف نخبة السودان فدينا شرطه فيها كل سلسلة بتاعتي اللي هي سميتها رحلات ابن بطوطة السوداني ما بين طنجة وجاكرتا نعم فعني حمد لله إن عملت الذاكرة كويس وطلحت منتوج لا بأس به من ضمنه اللي هو الحاجات اللي انتو دلوقت شايفين نوحد يتكلم على الصور دي وكده جميل جدا فدي طبعا من الهواد واعتقانة التصوير من أنا صغير فدي برضو ساعتين أوثق رغم إنه كثير من العوامل المرات يعني بتضيع الصور اللي هي ممكن تكون يعني توثيق نادر لكن أحيانا الناس يخدوها يتداولوا أبدا نفترج عليك أحيانا برضو إننا في مدن الأمطار للأسف الشديد مرات هي بتتلف بعض الحاجات اللي تأتي الصور وكده لكن برضو الحمد لله الشيء المحتفظ بيه وما هي شوي يعني بعتبره إنه كويس برضو زي ما انتو شوته في التقرير إنه صور فيها قديمة جدا من يعني 1975 ل 1978 صحيح وما بعد ذلك رغم إنه كان التصوير ذاته في الزمن ذاك ما كان هي مكلف وما كان أي زول عنده الهواية دي يعني فأنا من صغير كنت أحب إنه أقتني كاميرات وأصوره كده والحمد لله قدرت الهواية الأولى استفتها الهواية الثانية اللي هي هواية السفر السفر والتصوير والتالتة اللي هي الكتابة يا سلام فقدرت تجمع بينهم الثلاثة فالكتابة طبعا بديت مقالات فاكتب مقالات يعني في صحف سودانية وأجنبية نفس الشرق الأوسط صحف سودانية الأيام والصحافة later on السودان الحديث على ما تقدر إنقاذ الصحف مثلا مغربية زي جديدة العالم مثلا مستقلة يا أمكانة الدولية المهم يعني بديت أكتب كتابات بمقالات متنوعة متعددة يعني بشطة صنوف المعرفة يعني وبعد كده بديت كتابة القصة القصيرة برضو ويعني ما كترت فيها يمكن عوالي عندي زي عشر احداشر قصة كده عملتهم ونشطت جزء منهم زي 8 قصص في كتاب صغيروني ما كتاب كتاب صغيروني كده فالحمد الله أنا أحسس بأنه والله هوايات ممتعة نعم هوايات ممتعة والأكثر من كده أنه أنت فعلا مهتم بهواياتك يعني دي كلها بعيد عن الجانب الدراسة أنت يعني كملت دراسة في المغرب نعم يعني خلينا نتكلم طيب عن الحتة العملية في حياتك أستاذ عمر طيب اللي هو ما بعد التخرج نعم أنت درست شو في المغرب فأنا علوم سياسية نعم كليت الحقوق جامعة محمد الخامس في الرباط فدرست العلوم السياسية وتخرجت بها لكن طبعا ليترون جيت السودان وعملت مستر في جامعة الجزيرة يا سلام وإدارة أعمال يعني يعني بعد كده طبعا أنا اشتغلت بالشهارة بتاعت الجامعة اشتغلت في السودان في المؤسسة العامة للثقافة العمالية اشتغلت زي أربع سنين كده تقريبا من سنة بداية تسعة سرعيل لغاية تلاتة وتمانين بعد جيت السودية يا سلام طب رايك شنو أستاذ عمر يعني نبدأ طوالي كده ونزور ولا تخلينا نزور نشوف بعيونك ملامح المغرب والمدن اللي انت تنقلت فيها في المغرب اللي هي أغادير كزبلانكا الرباط تمام هو طبعا المفروض أي واحد ماشي للمغرب مفروض نزل في واحد من المطارين يا الدار البيضاء يا الرباط فأنا نزلت في أغادير وذي لا قصة يا سلام أول حاجة القصة كالآتي إنه أنا صادف إنه لما خلاص قبلت في المغرب وقالوا لي خلاص استلم الوراق إنك أنت تروح تدس في المغرب صادف إنه في المسيرة الخضراء بتحت المغرب مسيرة الخضراء دي شنو مسيرة الخضراء دي مسيرة سلمية من شعب المغرب أو ممثلين لشعب المغرب إنه يحمل المصاحف والأعلام ويدخلوا الصحراء اللي هي كانت محتليةها أسبانيا طبعا أسبانيا كانت محتلية شمال المغرب جزء منها اللي هي تطوان بالتحديد وسبت ومليل أو كذا وجنوب المغرب اللي هي الصحراء اللي هي الآن بسموها الصحراء المغربية اللي هي بين موريتانيا والمغرب فكان محتلية دي اللي هي كانت تطوان والشمال طلعت منه زي ما طلعت فرنسا من بقية المغرب الصحراء ظلت محتلها فقاموا قالوا نحن نعمل مسيرة خضراء ندخل سلميين نحن نطالب الصحراء ففعلا تجمعوا في الحدود ما بين الصحراء والمملكة المغربية في مدينة صغيرة اسمها طرفايا فطرفايا دي تجمعوا فيها وفي يوم محدد يبتدوا يدخلوا راجلين يعني برجولهم شائلين بس المصاحف والأعلام طبعا أنا في اللحظة ديك وانت بتكلم عن 75 شوف الحضارة والرقي كيف كمان حضارة الأسبان ردوا أليهم بحضارة برضو أول ما دخلوا يمكن كذا كيلومتر أعلنت أسبانيا الانسحب من الصحراء المغربية فكانت حاجة كده يعني فعلا حضارية من الاثنين الشاهد في الأمر أن السودان كان عايز يشارك في المسير الخضراء بوفد من السودان يا سلام أيام الجحفر نميري يا سلام الله أرحم فقام فعلا اختاروا مجموعة من الناس ممثلين لكل الكيانات السودان يعني الزمن ذاك أظن كانوا من الاتحاد الاشتراكي من كل الفئات وطائرة مخصوصة قامت من الخرطوم إلى مطار أقادير هو أقرب مطار لمدينة طرفايا الحدودية وأنا ركبت معهم الطائرة بتاحت المسير الخضراء يا سلام طوالي من الخرطوم القاهرة تزودت بالوقود من القاهرة وإلى مطار أقادير نزلنا في مطار أقادير نزلونا في فندق بعد يومين قاموا واخدونا بطائرات عسكرية على ما أذكر حتى كان فيها الطائرة السعودية طائرة عسكرية سعودية كان مشاركة برضو يا سلام والطائرة عسكرية مغربية اللي هي نقلة الجنود نعم فركبنا الطائرات دين نزلنا في هي المدينة الطرفاية الحدودية وقعدنا معاهم في المخيمات بتاعتهم فمجرد ما إحنا ما وصلنا أعلنت أسبانيا للانسحاب من المغرب الله أكبر فتحولت الحمد لله رحلتنا من الدخول للصحراء إلى الدخول للمغرب بعد ذلك من أقادير قعدنا برضو يومين في طعم مدينة أقادير جميلة وأجمل ما فيها إنها هي حديثة التكوين كيف يعني؟ سنة 1960 حصل زلزال دمر المدينة تماما فاتبنت المدينة من أول جديد يعني كان التراب أرض صحراوي بنوا فيها من أول جديد فعلى سنة كده كل المباني عندما نحجينا سنة 75 كان كل المباني حديثة البناء والمدينة كلها والطرق وكلها كانت جديدة وكده فدي ميزتها عن باقية المدن المغربية نعم باقية المدن المغربية زي ما ألحظنا إنه في كل مدينة في حاجة اسم المدينة قديمة اللي هي المدن المصورة يمكن شفته لقطة من اللقطات في التقريب بتاعكم تلقي في صور ضخمة جدا جدا حول المدينة بسمه المدينة القديمة صحيح طبعا حماية من الغازوات وكذا وكذا أما مدينة القديمة فكان كلها حديثة التكوين المهم استبتعنا بالمدينة الحديثة دي وبالشاطئ بتاع الجميل داك وكذا وبعد ذلك تحركنا سافرنا إلى مدينة مراكش طبعا هم بسمونه مراكش الحمراء يا سلام كل مبانيها مضروبة بوهي أو جير أحمر هو الحقي أحمر حيموري يعني مش أحمر أحمر رح كن حيموري أو ميل إلى الحمار نعم فطبعا برضا مشهورة مراكش بحاجة تانية اللي هي بمزارع الزيتون والنخيل غابات غابات من الزيتون والنخيل في المناطق اللي هي حوالينا المدينة داخل المدينة طبعا أشهر ما فيها اللي هو ساحة باب الفنى طبعا دي مشهورة في العالم كله السياح بجاء من كلها أسقع الأرض اللي هي فيها التراث اللي هي طبعا أصبحت من التراث المحمي نعم من قبل الونسكو اللي هي الساحة باب الفنى للتحديد نعم تلقي فيها الحاجات التغليدية بتاعتهم 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 الأفاعي والآخرية مشهورة غير كده فيه طبعا حاجة اسمها صومعة الكتبية صومعة هناك في المغرب معاناها شنو؟ معاناها مئة ذنى كويس هذه الصومعة نفس الديزاين بتاعها ونفس الملكة المرابطة اللي بناها بنى صومعة حسان في الرباط وصومعة الخيرالدة أو الجيرالدة في أشبيلية في أسبانيا أو في الأندلس بالتحديد نفس الديزاين لحسن الحصفة والثلاثة يا سلام في مراكش في الرباط وفي أشبيلية يحظك فعلا والله يستدعب يعني حاجة نفسه كأنه يعني مهندس اليوم عمل الخرطة وقال نفذها هنا وهنا وهنا بالضبط سبحان الله وحتى طبعا هنا لاحظت أنا بالمناسبة المآذن في المغرب كلها مربعة عندنا في السودان وهنا في السعودية دائما تلقاها سطوانية نعم صحيح هناك لأ مربعة لأربعة زوايا لها أربعة زوايا نعم دي بقى مختصر عن إيش؟ عن مراكش الحمراء بعد ذلك رحنا بالبصات إلى مدينة اسمها بني ملال بني ملال دي كمان الميزة إن هي مرتبعة جدا يعني فيها منطقة كده والدونة قاعدنا فيها كده الضيوف على عامل المدينة اللي هو محافظة المدينة فلن نقعد في المخيمة الحطلة لأنه فوق دي أنت بتشوف المزارع كانك شافة من طيارة يعني حتى العربية بتطلع بشكل حلزوني في الجبال لما تصلي فوق في القمة تحت الجبل بتشوفي منظر منظر المزارع الجوة كان لك من طيارة طبعا يعني أنا برضو المغرب بميزة الخضار يعني دائما طبعا طبعا برضو كبانا المطر حلو فيها كتير يعني منطقة بحر المتوسط مرق بحر المتوسط جميل جدا بعد ذلك قمنا مشينا حتى مدينة صغيرة كده يعني اسمها الجديدة برضو قاعدنا فيها شوية دي قريبا الدر البيضاء ثم الدر البيضاء طبعا أنت داخل الدر البيضاء حاجة كده عملاقة يعني ضخامة يعني مدينة حقيقة المباني مباني وهي نفسها ضخمة كبيرة جدا والمباني يعني يعني ما زي بقيت المدن عالية جدا الأمارات وكذا وكذا رغمي أنها مدينة مزدحمة لكن منظمة جدا كلمنا طيب عن الحياة الاجتماعية في المغرب طيب أول حاجة طبعا يعني المغاربة بالذات يعني أسرهم اجتماعية جدا يعني ممكن يكونوا متقاربين في السودان في العلاقات الاجتماعية جاء السلام يعني ما بحثوا نفسهم على الأسرة الصغيرة عندهم أسرة ممتدة والجدة والحفيد وكذا كويس عندهم ميزة تانية برضو قريبة جدا من السودان برحبوا الضيوب في بيوتهم كأنه فرضي منهم يعني يمكن تلقى بعض الدول العربية أيوة لكن السودان عادي أنت لو يجد ضيف تفضل لازم تبات معنا الليلة ما تتغدى معنا الليلة كده بريحية ببساطة يعني ما بحث بتكلفة وهم كذلك يفوق في البيت تقعد معهم يوم يومين ما عادي جدا جدا في وسطهم فدي برضو يعني لفتت نظرينا فيما بعد طبعا لما نقارن تبقية الدول التانية اللي بس بتاعهم بالمناسبة يعني حاليا كانت لفتت نظرنا بتلقي مثلا الزي الأوروبي والزي المغربي التقليدي في الشارع واحد كيف؟ تلقي مثلا الراجل الكبير مثلا بيكون لابس حاجة يسمى الجلابة الجلابة دي اللي هي جلابية بيكون لابسة تحت هدوم تاني يعني النوع لو تذكرين هنا موجودة ما أحيانا بيكون فيه وشنو غطى منه فيه غطى على الرأس بيسموه زي برنوس غطى على الرأس معاه وعي برنوس ففي المطر والفي الشمس بيرميه وفي الأحوال التانية بيرجعه نفس اللي بس عند المرأة برضو اسمها جلابة برضو بنفس الصورة شاهد إنه بتلقي مثلا الأمهات والجدات لابسات اللي بس دي والبنات بكون لابسات الزي الأوروبي كما هو فتحس بإنه في مجتمعين في مجتمع واحد فعلا في مفارقة أي في مجتمعين في مجتمع واحد يعني إنت مثلا في السودان بتلقي مثلا النسوان الكبير بيبس الطوب والبنات الصغار بيبسوا مثلا اللي هو زي العادي اللي هو بتاع البستان واللوسكيتو ده لكن برضو عادي تلقي البيت لابسة طوب صحيح وتلقي المرات يعني يمكن لحد ما تلقي ظهرت طبعا العباية مؤخرة لكننا بتكلم عن الزمن بتكلم عنه سنة السبعينات بتأكيد طبعا نعم فالمهم إنه طب الحياة في الجامعة كيف كانت والله أحلى حياة كانت في الجامعة فعلا أول حياة طبعا إحنا نزلونا في حي الجامعي حتى في واحدة من الصور مكتوبة عليه حي الجامع مولاي إسماعيل ده اللي هو أول ما نزلنا فيه كان بعيد شوي من الكليات ويس فكيف كنتوا طيب بتوصلوا للجامعة شو كانت تطري المواصلة الجامعة تحمد الخامس فيها طبعا فيها أكثر من مقر فيه كان مقر قريب من الحي الجامع مولاي إسماعيل اللي هو اسم المعهد الكبير كويس أو اسم معهد المغرب الكبير فيه محاضرات بنأخدها فيه فيه محاضرات بنأخدها ده بنمشي على رجلنا لأنه مبعيد فيه محاضرات في الكلية في حي اسم أقدال ده بنضطر نركب المواصلات آه ففيه خط اسم الخط الجامعي خط الجامعي ده بيمر على كل الأحياء الجامعية وكل الكليات الجامعية في الرباط يمر عليها يعني تتركب الحلمة ولا إسماعيل تمشي كلية الحقوق أو الآداب أو كلية الطب أو الزراعة كله بيمر عليهم يعني خط المواصلات ده هو مخصص للجامعات بس للجامعات فقط على فكرة فيه تنظيم راقي جدا جدا للنظام التعليمي في المغرب وقبل ما أنسى أديك حاجة كده شوية مختلفة عننا في السودان عندنا في السودان هناك لما امتحنا الشهادة بيكون عندك يا بوكسنج يا نسبة مئوية محددة أنت دون ما بتدخل أي جامعة صحيح في المغرب أنت باصيت فط الخمسين في المئة أنت مؤهل لتدخل الجامعة بالتالي داخلين الجامعة عشرات الأضعاف من الناس مثلا بيدخل عندنا في السودان صحيح كويس وفي كل جامعة في مجموعة كليات وكل الطلبة بيدخل الكليات دي وبياخدوا منحة سواء كان مغربي أو أجنبي منحة شهرية يعني ده كلام صراحة طيب عشان أقرب لك العدد بس كلياتنا اسمها الحقوق فيها ثلاثة شعب شعبة الاقتصاد شعبة العلم القانونية شعبة العلم السياسية اللي هي حقتنا نحن دي الاقتصاد فرنسي بحت العلم السياسي عربي فيه وفرنسي فيه العلم القانوني عربي فيه وفرنسي فيه نحن بقى في شعبة العلم السياسي عربي 1500 طالب في سنة أولى شرحوا في الفرنسي شرحوا في القانون العربي شرحوا في القانون فرنسي الاقتصاد لأنه ما فيه عربي 2500 طالب في كلية في سنة أولى لكن لاحظ أنه ديلة بقدت لك أنا ديلة بيدرسوا في الجامعة ويأخذوا منحة كلهم على المغربي بقى التصفية في أولى دي تصفية تصفية يعني وبيد فرصة برضك لأنك أنت لما تمتحن الانتحان الأول في السنة أولى اسمه دورة يونيوم عندهم دورتين دورة يونيوم ودورة أكتوبر ما نجحت في يونيوم ما تفقد السنة الكاملة تشيت حيالك في أكتوبر كويس إذا باصيت أنت ترشي تاني فالمشي تاني ديلة 1500 ديل لو موسم منهم 100 ما قصر طبعا بيكون يعني السنة الثانية هم فعلا تصفية جوة المؤهلين تصفية ما في السنة أولى التصفية في سنة أولى ففعلا حاجة كانت فرصة فرصة أننا لاحن ما يضيع بالتأكيد طبعا لو تدخل 180 درهم كويس 350 درهم نحن ندفع للسكن 60 درهم في الشهر لاحظين نحن ندفع 380 في الشهر ندفع 60 للحية الجامعية للحية الجامعية غرفة موحلة ما ما الفندق كويس لو عز تأكل في المضعام الجامعي الوجبة بأقل من درهم نص درهم و40 سنة وجبة متكاملة فيها السبع أصناف طبعا على أساس أنه هم ناس بحافظوا على صحة الناس فيها كل شيء يحتاج للإنسان في السبع أصناف احتياجات الأساسية لجسم الإنسان اليومي نعم وفيها كمان برضو رفاهية يعني مش مجرد احتياجات يعني حتى فيها رفاهية يعني يعني حتى الوجبة ذات فيها رفاهية اللي عايز يأكل في المضعام يأكل في المضعام يا سلام درهم ونصف الوجبة الوحدة يعني وجبتين أو ثلاثة رجبات يعني ما فيت خمسة دراهم يعني فعلا ففعلا قبل كده يمكن الله يرحم الملك على حسن الثاني قال له أساسا حصل انهيار اقتصادي للمغرب حيكون بسبب التعليم للا أنه بيدفعوا فيه بالتقيل الكثير لكن على ما يبدو أنه هما صرفوا في شيء استحيق بالتأكيد طبعا بلا شك صرفوا في شيء استحيق يعني اهتمام بالتعليم يعني حاجة أساسية لبناء الحضارات في جميع الدول طيب يعني زكريات الجميلة دي هل ذرت تاني المغرب يعني عاود لها الحني طيب ما فيش شك أنا من يوم فارك أنا بك فعلا 85 أنا من كنت في الطايف فسافرت المغرب مرة تانية كويس لبيزنس خفيف كده مشيت هناك بس كنت طبعا يعني حاسس بأنه أنا روحي استردد سائقة كالحنين طبعا استرددت روحي لما وصلت المغرب تاني يعني لحظي أنه الكلام ده يعني أنا لاحظ ما أنا بس أي سوداني بالمناسبة قريب في المغرب ينتكلم عن المغرب دي بحماس منقطع النظير بحنين عجيب جدا جدا ده يدلي لك على أنه العشرة بتاعت الناس اللي انت عشرطهم سواء كان مغاربة وغير مغاربة صحيح ترسخ في ذهن الإنسان طبعا كوانا علاقات اجتماعية ما زالت إلى الآن يعني تتكلم أنا عن علاقات ممتدة من السرعينات لغاية اليوم أنا على علاقات ببعض المغاربة ممتدة إيلا لا ما انقطعت يا سلام ما انقطعت أبدا طبعا زي ما يتذكرت دليل على متانة العلاقات بينكم وبين المغاربة الموجودين والأخوة البيناتكم وطبيعاتهم هما طبيعاتهم يعني النوع اللي يقدر العشرة يا سلام هي النوع اللي يقدر العشرة يعني بتحسي بهم زي ما قلت لك أنا باستليقك طبيعيتهم كده ما بيتكلفوها يعني يعني والله أستاذ عمر كلامك يعني نحن عارفين الصور الجميلة والسياحة الجميلة في المغرب ولكن كلامك خلانا كلنا ساعدنا يسوقنا الشوق لزيارة المغرب والاستمتاع بالمناظر الجميلة وكمان بالعشرة الجميلة للمغاربة الموجودين نعم إن شاء الله أستاذ عمر لك عودة إن شاء الله إن شاء الله للمغرب طيب رايك شنو أستاذ عمر ننتقل ونسافر لأسبانيا تمام كلمنا كده عن أسبانيا طيب رحلتي لأسبانيا كانت يعني برضها بتدبير بسيط جدا إنه طبعا كان بنسافر السفر من السوداء للمغرب اللي وقع عن طريق روما ده كان أقرب مطار بتصل الخطوط السودانية من روما الناس بتأخذ الخطوط المغربية والفرنسية وكده فأنا في الإجازة الأولى قلت يا أخي أنا لو خدت تذكر مثلا دار البيضاء روما السودان ما جاي أنا داري استمتع بإنه أنا شوف بلا تاني فقمت فكرت إنه أنا أسافر عبر البر من الدار البيضاء إلى روما بالقطار يا سلام على الرحلة الجميلة شوف الغرابة الأمر الدار البيضاء في أفريقيا وروما فين في أوروبا يعني الرحلة نعم أمر عبر شنو؟ المغرب كله أسبانيا كلها فرنسا كلها وإيطاليا يا بختك والله يا سلام على كل المناظر اللي شوفتها كده حكي لنا نحن خليلين نبدأ كده برحلة الوصول لأسبانيا حكي لنا عن المشاهد والمناظر كانت موجودة في رحلات القطار دي تمام طبعا فيه أول حاجة ملاحظ مناسبة القطار ركبته أنا من الدار البيضاء لغاية طنجة قارنت بالقطار الأوروبي لقيته أحدث منه وأجمل منه غريبة صح؟ يمكن لأنه كان حديث ما عارف يعني أجد منه ما عارف لكن كان تذكر بوضوح أنه كان أجمل من قطارات أوروبا طبعا القطار بيوصلنا لغاية ميناء طنجة ميناء طنجة بنركب العبارة ده كله تبع التسكرة بالمناسب العبارة نقلتنا نزلتنا في الجزيرة الخضراء اللي هي بسموها الجزيرات والبيل الأسباني الخزيراس طبعا معروف الجزيرة الخضراء اللي هو نزل فيها كان أول لما نزل في فتح الأندلس اللي هو طارق بن زياد فالمهم عبرنا بعد كده من الجزيرة الخضراء كي من القطر مرة تانية طبعا برضو الحكاية طبيعة سحرة جميلة جدا جدا لغاية ما وصلت مدريد فأول ما طلعت من المحطة الطوارب تلاقي أنت حوالين المحطة في مكاتب حجز فنادق طيب فمشيت عليها وحجز ليه طبعا لغتك بتحدد حجز لك في فندق يا سلام نعم يعرف لغتك مثلا اللغة إنجليزية حيوديك الفنادق اللي فيها الزول ناطب بالإنجليزية لغة فرنسية شرقه ففعلا أنا أخذت أنا والله أذكر أنه المبلغ كان ما زهيد يعني حتى عليه أنا طالب شايفه كان بسيط خلي الزول يكون مثلا أنا على فكرة أنا أنا ما عارف يعني بشجع السياحة للزولة اللي ما مظهر يكون مقتدر لكن إنه سافل الفلاسفير خمسة فوائد يعني الليلة أنت لو مشيت مدريد أو مدولة الاندلس أنت حتحس بالفارق الكبير جدا بالحياتك السابق وحياتك بعد الزيارة بعد الإجازة أو بعد أي حتى زيارة نهراته محددة أنا مدريد دي بالذات ما بعرفها يعني بشوفها من أجمل المدن الكلاسيكية مدينة حتى فيها الطابع القديم يعني مثلا دائما أنا مهوز بالحاجة القديمة فبكون أنا في عمارة جاي ماشي ألاقي عمارة مسكونة وإي حاجة بيكون في البوابة بتاعتها الرئيسية على الشارع تاريخ الإنشاء 1870 مثلا فعلا يعني مسكونة قاعدين فيها ما مهجورة ما هي آثار لا ولكن أعطيقة هي قديمة جدا كويس فمدريدة القديمة بالذات بتديني لك بعاري حساس كده بعراقة الإنسان ذاته في الهرض يعني كويس والهندسة المعمارية وتطورة يعني نحن نتكلم عن مباني قديمة جدا وهي إلى الآن مأهولة نعم مأهولة وبشكلها وفيها محافظة على هيئته والدليل على كده أنه هي مأهولة إلى يومنا هذا فالدليل على الحضارة والحفاظ على الجديم والحفاظ على الجديم والمعمارية نعم وحتى أنا أتصور أنه برضو المعمارين ذاتهم كانوا يعني آمينين في أنه خل العمارة لغاية 1976 موجودة كما هي والناس أحناها يعني ما أجر فهلا فهلا طيب كيف في فرنسا وإيطاليا يعني هل كان بتختلف شوية نعم فرنسا بحسابها فيها حداثة أكتر رغم أنه أنا ما قعدت فيها كتير لكن مريت على مرسيليا فبتحسابها فيها حداثة أكتر يعني من مدريد مدريد فيها التقليدية والمباني العتيقة وسط المدينة القديمة وقصر فرانكو فبحسابها شوية يعني اختلفة شوية لكن لو 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 روما ترجع تاني الكلاسيكية بتاعت مدريد روما أشبه بمدريد في المباني العتيقة وكذا طبعا في روما بيتحق يعني لو لو حد شاهد لكذا عيان بيانه مبنى الكوليسيوم اللي وضعا في سوق قولها كوليسيوم كويس فده مبنى معروف طبعا من الآثار الرومانية القديمة صحيح جنوب فرنسا وجنوب اسبانيا وجنوب ايطاليا خضرة على مد البصر جبال خضراء على يمينك بتحسي بتلاقي المتوسط نياه زرقاء يعني أنا مرات بكون نحسان فتعيوني بالقوة بالعافية فتعيوني حتى اتفرق قبل ما سبحان الخالق يعني بالديد فعلا يشدد ما فعلا مناظر ممتعة 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 فعلا يعني أجمل ساحل أنا شفته اللي هو الساحل بتاعه اللي هو اسبانيا وفرنسا وإيطاليا غير كده إيطاليا بتتميز بإنها هي منطقة جبلية فبتلقي القطار ده مرات يمشي مثلا في نفق إنما نزول يخاف ممكن ربع ساعة يكون ماشي تحت الأرض أو تحت قصدي بين الجبل أو بين الجبل تحت الجبل تحت الجبل بعد شوية نفس الطريقة فيه القطار ده بتلقيه إنه هو هاوية تحتك ما تشوف تحتك من الهاوية اللي هو بمعلك بين جبلين بتتعرف أنا بالنسبة ليه كان مناظر غريبة وعجيبة شديدة يعني فعلا أول مرة أشوف الحاجات أزاي دي دي ميزت دي ما قلت لك إيطاليا عن باقية الساحل يعني طيب أستاذ عمر بالنسبة للأكل يعني أنت بتتضوق دائما للمناظر الجميلة واستكشاف الأماكن الجديدة ده برضو بالنسبة للأكل ما ضروري أنا بهمني استمتاع بالمناظر والرحلات أكتر من بتغذي روحك أكتر من جسدك نعم نعم وده طعم ما يمنع إنه مثلا أنا أحب مثلا أكلات مغربية مشهورة يعني لا طبعا يعني قصة براها لا بقصد يعني معه التعامل يعني بحكم أنه أنت كنت في المغرب لفترة طويلة فترة الجامعة فأكيد أنت تشربت كتير من الثقافة المغربية طيب شنو أكتر الأكلة بتحبها من المغرب طبعا عنده أكلتين مشهورات الطاجين والكسكسو أيوة دي الأشهر من ثلاثين مغربيات يعني بالضافة للحريرة اللي هي الشربة دي بقى في رمضان بفترة بها سابتة أي في رمضان بفترة بها تماما يعني فبالنسبة للطريق أنا ما كان همني حتى أنا كنت شاهل مثلا من المغرب يعني حاجات جبنا وساردين وما عارف إيه وبتاع على السنو أنا في القطر وكده ومعايش تبيع عادي ما ما كترسته لأنه لاحي درات بخاف من أوروبا أنه أي حاجة ما تكون مثلا مظبوطة فيها أو حلال أو كده فكتب الشيء الحياتي دي معاي لكن المهم يعني في مدريد ذاتي اللي حسن الحص قابلت السودانيين أيوة والطلاب هناك وكده فساعدني حتى بتعطي أنه أنا تحص تعرف المطاعم وكده ربما أنه أنا أذكر بوضوح تام أنه أنا من شدة ما فتش على مطاعم ما لاقي ولا أشرب موية ما لاقي اللي ما كنت أعرف اللغة إسبانية أصلا هم ماسحين ما بيعرفوا غير اللغة إسبانية فتعبت شديد يعني على بل ما في النهاية لقيت ما دي قصة طويلة في دعا أحكيها لكن المهم الرحلة دي زادة خلتني أتعلم بعض الكلمات الأسبانية الأسبانية واحد طب موية بالأسباني شنو يا أستدعوه أقوى يا سلام أقوى أقوى وفصاحبي واحد في اللي هو من قلت لك العشرة ما زالت فعلمني شوية من الأسباني والله هو بيعرفها فالرحلة البعادة لما مشيت كنت أقوى في المضعم وأطلب اللغة بتاعاته حتى لإصحابي وخواجات صاحبتهم في الرحلة زادة أسباني أقول لهم لا أعرف أي لغة أسبانية لكن كلمات حفظتها بتمشي حالي عني أنا أعطشتها لا أعرف أشرب أعطشتها عني فعلا فعلا ودد لي برضو أستاذ عمري يعني على عندك سرعة البديهة وقوة الحفظ واستوعاب المعلومات برضو دي يعني ممكن تكون ميزة جميلة فيك الحمد لله نعم طيب بعد ذلك خلينا كده بدنا ننتقل ونمشي للمحطة القاهرة يعني أنت ممكن تكون تجولت بين كل هذه المدن والقاهرة القاهرة ممكن تكون قريبة شوية يعني ما بس جغرافيا من السودان حتى في كثير من التفاصيل نعم طيب القاهرة أنا لمن جيت كان في رمضان بالذكر أكيد مشت الحسين بقى ما في شك عندي صحبي واحد أساسا كان بدلس معايا فالمهم قال لي أنت عمني فيها السودانين براكني عن أهل الضيافة أنا كمان أزبط ليك أنا كمان أهل الضيافة المهم قال لي تعال علينا فعلا قمت مرة دي عملت التسكرة اللي هي كازابلانكا كايرو القاهرة وبعد ذلك من القاهرة على السودان فعلا مشيت نزلت مع أصحابي ديل وكده واحد يوم من أهل القاهرة واحد يوم نوبي لكن برضو ساكن في القاهرة اللي بتعنا أصوان ديل وكده اللي هو سوداني مصري ده أيوة سوداني مصري ضد ضبط فعلا سوداني مصري يعني فنزلت معايا فيها كان يهوزا قلت كفر رمضان قعدت معايا شوية قعدت معايا شوية فحتى فعلا القاهرة في الزمن داك ما كانت لسا ازدحامة زي الازدحامة الحالية دي عم ورمضان كان عنده نكهة خاصة فعلا يعني طبعا نحن في السودان ولا في المغرب عندنا سهر أولا على الأقل الزمن داك في الغاهرة لا السهر للصباح القاهرة ما بتدوم للصباح كويس لكن طبعا عندها نكهة خاصة فعلا في رمضان حتى التلفزيون بتاعه فظاهر الاحتفال بتكون مختلفة جدا الحسين والحسين والسيدة الزينب طبعا كلها مزارات الواحد بيكون أساسا قرع عنها وحرص إنه يعني إنه يزوره وكذا نعم صحيح يعني السفر والذكريات اللي نحن بنتكلم عليها دي أستاذ عمر وتدوين كمان أنت مهتم بالتدوين تفتكر يعني هي أساسا كانت هواية من الهوايات لكن بتأكيد لها فوايض كبيرة جدا كده خلينا نتكلم عن التدوين وفوايد والذكريات والتجارب كمان أستاذ عمر يعني دي برضو ماهينة بتتعلم الإنسان وبتكون بتشكل كثير من شخصيته وتفاصيله هذه بقى لخصة لك أنا في مثل مغربي اللي ما جال ما شاف حق الرجال طبعا بيقول اللي ما جال اللي ما جال ما شاف حق الرجال اللي ما جال يعني ما تجول أيواه ما شاف حق الرجال يعني ما استرجل يا سهلا ما دي بتكفيك خلاص يعني أعتقد دي لخصت كل الموضوع فعلا لكن الفكرة خلينا نتكلم كده أعمق شوية الفكرة في أنه أنت سافرت في كده دولة وزرت كده مدينة وتعرفت على مختلف يعني الثقافات الحاجة دي غيرت شلون في مفهومك ونظرتك للحياة ولكل تفاصيل الموجودة طيب أول حاجة الثقة بالنفس كويس بعدين يقول يعني اختراق المجهول أو التحدي يعني بتحس بأنه الواحد لما يشي بلد بلد جديدة في رهبة بالذات لو أنت ما بتعرف أحد يكون بتجيك رهبة من الحاجة الداخلية المستقبل ده حيحصل لك فدي لما نتعود نفسك عليناك أنت دائما تخترق الحتة دي زي بقول اختراق حاجز الخوف أنت بعد ذلك ما فرق معك من دائرة الراحة دي أيوة ما بتفرق معك ففي أنا أتصور والله أعلم أنه الزول اللي بتهيب السفر بيكون الحتة دي لأنه لسه ما اخترق حاجز الخوف ده صحيح ممكن والله أعلم لكن ونصي إنك حتى بذاتي بدأت الشباب يعني يزول لكون شاب بيعمل الحاجة دي مرة مرتين تبقى لي بعد ذا مثلا يكتسب ثقة في نفسه في نفس الوقت طبعا ما في الشك إنه أنا والله شفت مثلا ناس في المغرب أو في أسبانيا فبالتالي لماذا يكون قاعد مثلا في بيتنا في 114 طول عمري صحيح أنا شفت ناس جديدين اكتسبت أفهام مختلفة ونظرة مختلفة شفت عداد تاني جديدة قد تكون الطيبة قد تكون لا الطيبة ممكن أخذ منها ولا أبعد منها صحيح صحيح طيب يعني أستاذ عمر خليني كدني انتقل لأندونيسيا وقصة سوركتي السوداني الأندونيسي نعم الله يعني فعلا دي برضو يعني أنا لو ما جيت برضو الطايف يوم من اليوم أكت أعريس له القصة أصلا فعلا لكن الغربة جابتني الطايفة أول ما جيت من السودان جيت على الطايف فالمهم يعني عندنا راجل كده جارنا اسمه عبد الحميد عباس الله يرحم وتوفي قريب فقام بتونس معي قال لي أخي أنا لقيت اندونيسي اسمه سوركتي قلت لأخي كيف كده كيف قال لي أنا ذات سألت فسأل قلت لأخي انت اندونيسي سوركتي دي اسم سوداني وفي السوداني اسم ضنقلة اساسا سوركتي كلمة معناها مجلد الحجبات نعم فقال لي صاح اسم سوداني طيب جبت لأين قال لي يا أخي في سوداني جعلنا أبواتنا واجدادنا العلومة الإسلامية في اندونيسيا فتيمنا بالشيخ دي أبواتنا سمونا سوركتي فالحكاية دي يعني كانت غريبة يعني كانت غريبة وتمنيت أنه أنا أصل لقرار يعني هما ما لقى معلومة أكتر من كده المهم صادف أنه أنا لسه في الطايف استجد الظروف خلتني أسافر لأيندونيسيا ففرحت جدا أنه أنا ما أسافر لأيندونيسيا لشي نسأل من السوركتي من السوركتي الأندونيسي نعم فعلا أنا وصلت جاكرت هناك واستقبلوا أن الناس المكتبة لأنا ماشي عشانهم ديل وقال برضوا من حضارم المهم قاموا قالوا لي يا أخي كويس اسم محمد حامد فينا الفندق وظلت ويأذوب هم وصلون الفندق ودخلون الغرفة بتاعته تدقوا على الراجل تليفون قالوا لي ها أتكلم السلام عليكم وعليكم السلام فلان فلان هيا فلان فلان المهم عرفت بينفسي كنت قاعدت تدريش معه شوية قلت الأخي تسمع بازول هنا اسمه سوركتي قال لي يا هاي تعرف أنت سوركتي قال لي بعرفه وبدك تليفونه كمان أسوأ صدقت أنا أنا لسه أدوبك لسه الشانطة دي ما فكيت ولسه أدوبك داخل الغرفة ألاقي معلومات بسهولة عن سوركتي وكمان تدريش قال لي يا أقريباه هنا موجودين هو توفى بدري سنة 43 الله يرحمه ودي له فعلا دانيت تليفونه ودقيت عليه على للتليفون البيت الزمن تكتب عمات مفحدي عرات ولا شي تليفون البيت الصورة معروض الآن على الشاشة أيوة ده ده طبعا أبو ده ودعم أحمد سوركتي يا سلام ده ودعمه اللي هو اسمه مختار لانصاي ده اللي هو انت لاجاته في اندونيسيا لاجات ابنه بقى نعم لاجات ابنه اللي هو التليفون البيت ابنه ده رؤوس مختار طيب يلا قمت دقيت التليفون فردد علي بت كويس تكلم نعب الاندونيسي وانا دوبك واصل لسه قبل ساعة ما عرفت تكلمت عب الانجليز ما في فائدة خطيت استمع ضربت اللي يا محمد ده والت يا أخي ما النس يتكلم معي اندونيسي قم قال لي انت اصبر لغاية بالليل حيرد سبحان الله كويس المهم قام قال لي انا برسلك ولدي ياخذك من الفندق تيجين على البيت ها ربي انا ما اقول انا انا صاحي ولا بحلم المهم فعلا يعني الولد في الفندق اول حاجة الولد ملامح سودانية بحتع طبعا الزمن داك في التمانينات كان الخمفس وكده كلام الستة وتمانينات بالتحديد فهي بخام في ازاي انا طبعا شكل مميز عن بقي الاندونيسيين فعلا لانهم يعني لون اسمر شعار خشن تماما زي السودانيين يعني ما في اندونيسيا يعني بسببتهم بيقدر يعمل التسريح بتاعت الافرو بالضبط المهم جاني الولد اسمه الشام واضحة الصورة الآن ايوا هذا هو شام الحاجة الوحيدة اللي هي من قد تدل على اندونيسيا القميص لانه عندهم القمصان القمصان المشي الجرب فيها المهم ساقني ومشينا البيت قابلت أبوه مختار الأنصاري طبعا برضو ملامح سودانية ضنقلاوية كمان يعني سبحان الله فعلا يلا بدأ طبعا توانست معه كده وشرح لي يعني زي ما تك بتكلم عربي فصيح كوي زي عربين حكي ليك عند رحلة سوركتي للحاج وزيارته لماكرة المقدسة مكرة المدينة نعم هو طبعا في روايتين هو حكى لي رواية أنا مقتنع بها لكن في رواية تانية ناقل محمد إبراهيم أبوشوك ويبدو لي ناقل من موقع تاني أنا لقيته اليوم بفتش عائل المعلومة ولكن قصتك من المصدر من المصدر من المصدر نعم القصة من المصدر نعم فبيحكي لي عمنا مختار قال لي أحمد سوركتي كان في أمدرمان وقال في قافلة كانت متوجهة من أمدرمان للحج كان عمره 11 سنة زي ما قوله اندسة وسط الغافة الذي من غير علمه لغات ما وصل الحج من غير علمه استغر هناك في مكة وبدأ يدرس قال بدأ يدرس لغات ما وصل دريت إنه يكون عالم ويسمح له بالتدريس في الحرم قال في موسم من مواسم الحج جوه عندونسيين قالوا لهذا الحرم عايزين نحن شيخ يمشي يعلمنا الدين لأنه يعني الخرافات والبدأ انتشرت في اندونيسيا وقع الاختيار على منه الشيخ عحمد سوركتي نعم له الرحمة والمغفلة اتحرك سنة 1911 إلى اندونيسيا كويس جاء وابتدش يعني يفتي فتاوي من ضمنها قال أشهر فتوى أفتاها كان في فتوى سابقة أنه تحريم الزواج بين الطبقات كانت موجودة في اندونيسيا يعني طبعا هو البيئة اللي عاش فيها بيئة بتاعت الحضارم الموجودين في اندونيسيا من قديم الزمان فقال مثلا العلويين لا يسمحوا بالزواج غير العلويين من الأسرة العلوية فطلع فتوى أبطل الحجة المهم فيما بعد أسس حاجة اسمها نوادي الإرشاد وقبلها كان يعني يسمع الإصطاح والإرشاد أو جمعية الإصطاح والإرشاد وتمخضت عن مدارس نوادي الإرشاد نوادي الإرشاد دي اللي هي بيدعمنا مختار دي مواجهة المدرسة الطوالي يعني بينهم بينهم الشارع الصغير قدام بيته طوالي اللي هم مسؤولين عنها أصلا فبيعلموا فيها اللي هو اللغة العربية والدراسات الإسلامية وكده كويس فقال بعد شوية بعث لأخوه وأولاد عمه اتنين جابوا من السودان عنده في اندونيسيا عشان يساعدوا في التدريس واحد من أولاد عمه اللي اتنين دي اللي هو عمنا محمد نور أبو مختار اللي بتقليمي واضح في الصورة طيب شنو العلامة يا أستاذ يعني نحن نكلم عن الشيخ والعلامة طبعا الشيخ اللي هو علامة بتقصد العلامة العلامة ده طبعا بيكون اللي هو يعني زو علم يعني عالم زو علم نعم وكان له كثير من الاتهادات في القضايا الدينية وزي ما أنت ذكرت في عصر في اندونيسيا يعني كانت مصادر المعرفة ذاتة كانت محدودة جدا الوقت ذاك له الرحمة والمغفرة طبعا الشيخ سيوركتي ويعني من الجميل جدا أنه يكون تلقى تعاليمه على أيدي شيخ سودانيين طبعا نحن وصلنا لنهاية حلقتنا وأستاذ عمر حسن غلام الله فعلا حلقة أكثر من جميلة وسافرنا في عدد من المدن وإن شاء الله نلقاك في حلقات تانية وتوثيقية بإذن الله وسعيدين مرة تانية لو وجدك معنا وبنشكر كمان المشاهدين على حسن المتابعة وبنشكر أيضا الكاسطة العاملة على حلقة اليوم في الإخراج هشام يوسف وتصوير ناصر العنكي أعداد هويد التوم مهندس الصوت محمد حسبو مونتاج عز الدين سعدابي وجرفك محمد عصام في البث أحمد الريس ومحمد فؤاد وفي التحرير أحمد طه شكرا لكم إن شاء الله نتلاقى بكرة في حلقة جديدة إن شاء الله نتلاقى بخير وبيصحة وبعافية في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة